نتحول إلى فنزويلا حيث هاجمت مروحية تابعة للشرطة الحكومية مبناً للمحكمة العليا وإحدى الوزارة أمس في تصعيد للأزمة السياسية بفنزويلا وقد وصف الرئيس نيكولاس مادورو الواقع بأنها هجوم نفذه إرهابيون يسعون لتنفيذ انقلاب وقال مسؤولون إن المروحية أطلقت 15 تلقى على وزارة الداخلية حيث كان عشرات الأشخاص يحضرون مناسبة اجتماعية كما أسقطت أربع قنابل على المحكمة وتوعد الرئيس الفنزويلي بالقفض على منفذي الهجوم المسلح ضد مؤسسات الدولة هدى وتشهد فنزويلا احتجاجات عارمة تقودها المعارضة منذ أشهر ضد نظام مادورو وهناك معارضة متزايدة أيضا من داخل الحكومة وقوة الأمن